حديثنا اليوم عن الكثير من القضايا السياسية وخاصة ما يجري في العراق وأيضا اقتحام مجلس الأمة والتهديد بتشكيل حزب معارضة خارج الكويت والكثير من القضايا السياسية المحلية والإقليمية رحب معي بضيفي وضيفكم الكريم معنا أخونا العزيز اليوم الباحث السياسي الأستاذ والكاتب الصحفي الأستاذ مشعل النامي مرحبا فيك حياتي شرف وجودك معي الله يشرف قدرتون الشرف أحكام اقتحام مجلس الأمة البعض يرى أنه ليس اقتحام إنما دخول وهذا بيت الشعب وأنه أجبروا على الدخول وأنها كانت الأبواب مفتوحة كان لك رأي سياسي في هذا الموضوع كان حكم بالنسبة لي بناء على طلبهم قال برؤونة من تهم الدخول المجلس تمت تبرأتهم دخول المجلس قال الشباب مغرر فيهم طلعوهم من الموضوع الشباب تم امتناع عن نطق بعقابهم وتم أيضا اللي ما ثبتت عليه تم تبرأته على الرغم مثل ما قلت لك أنه تم تبرأة ناس ما طعنوا أصلا لكن الحكومة المحكمة عفواً رأت أنه يعني من مصلحتهم أن تنظر بطعن النيابة تعتبره طعن لهم وقدمت المحكمة طعن بكامل الحكم لوحدة الواقعة مشكلة ما يطلع واحد يفترض أنه مشرع يفترض أن يحط قوانين للقضاء هذه القضاءة اللي قاعد يحكمون معاكم هو مشرع في مجلس الأمه يحط لهم قوانين مصيبة لما يطلع ويقول والله إحنا نبيني طعن بحكم التمييز شو أنت طعن حكم التمييز؟ ما في طعن حكم التمييز؟ خلاص تتهت لي متى واحد يطعن قال وإذا ما قبلت طعن التمييز راح نروح محكمة دستورية محكمة دستورية ما تنظر بهالقضايا أصلا محكمة دستورية طالع في تفسير نصوص الدستور وإذا في خطأ إجرائي دستوري بس محكمة يعني حكم جنائي هذا شون تنظر فيه محكمة دستورية وقال إذا ما قبلت محكمة دستورية بل روح لمحكمة العدل الدولية يعني شوف يابوا حاولوا يندخلون بالقضاء أو يضغطون على القضاء ويابوا وفد بريطاني من محامين بريطانيين يحضرون الجلسة وسووا شوشرة على دخولهم فطلع ظهر بمقطع ويتكلم عربي قال إحنا حتى الآن نرى أن المحكمة طبقت قوانين نفترض أن المحكمة طبقت القوانين والقوانين هذه لا تتعارض مع القوانين الدولية يعني حتى اللي يبتوا يشهد لكم شهد عليكم يعني بالنهاية ما في شيء كل دولة لها حق أن تحفظ سيادتها وعمنها وأن تطبق القانون على الجميع والناس اللي يفترض أن يدعون لتطبيق قانون هم المشرعين أنفسهم أنت قاعد تشرع إحنا وصلنا إلى مجلس أمه عشان تشرع قانون عشان إحنا نطبقه مو أنت تدعونا لكسر القانون لأنه ما مشى على هواك الشكل هذا الفوضى هذي تكون مباحى قانونا مو منطقي ما في دولة بالعالم اقتحام مجلس لومة هدف إصلاحي أو كانت رسالة سياسية المظاهرات عمل غير منظم ما تسوي فوضى عشان ينتج عنها عمل منظم ما يمكن مو تروح تنقز تابت تسوي مظاهرات تابت تقتحم قصر الشيخ ناصر محمد وبعدين لما يوقفون يقولوا والله حاصرونا واتطرين يدخل المجلس اش دعوة ما فيه لما يوقف مكانك زين وكبيرهم قال أنه لو عاد بيه الزمن مرات ومرات سأعيد نفس الموقف وسأكرر الاقتعام نفسه واليوم يطالبون بعفو هذه الحدث يطلع ويقول الحل بالعفو حل علشانه ما فيه مشكلة عشان يكون فيه حل هذه مو قضية وطن هذه قضية أفراد عشرة عشرين شخص بس لو تم هذا الأمر في أي دول غير الكويت ترح وراء الشمس بكل أمانة من أدار مسيرة الكرام من الكويت هم الأخوان المسلمين ما عندي أدنى شك هم وأطراف أخرى هذي لا غرر فيهم وفيه يوم من الأيام ظنوا أن الدولة ضعيفة والحكومة ضعيفة وشافوا ربيع عربي وحسني مبارح ساقط وبين علي ساقط شنو الكويت هناك تهديد بتشكيل حزب معارض خارج الكويت إلا أن تستجب الحكومة هذا طبعا أكيد يثبت دعم الخارجي واستقواء على الدولة وعلى هذا الوطن اللي أعطانا كل شيء ماذا يحصل في البصرة وفي العراق إيران طفت كهرباء على الناصرية والعمارة والبصرة على الجنوب العراقي منابع النفط يعني باختصار ما يحصل في العراق هي رسالة إيرانية لأمر هي اختصار رسالة أنه أنا سأضرب مصالحكم في المنطقة يعني إيران قاعدة تحرق العراق النظام ضحى بالميليشيات الموالية له في العراق هل انتهى الملف السوري؟ وقال الجمعة الوضع في السوري معقد والوضع يحتاج إرادة دولية لتنتهي الحرب يقصون على العالم يروحون يواجهون وهم يلمون تبرعات ونشوف وين ليش ما حد يطلب اليوم تبرعات وين القضية وين اللي صار طالب عنها ماكو حد بعد 4-11 هل تستطيع أمريكا أن تفرق قوتها؟ أنا أرى أن ترامب صريح أكثر من لازم ينفذ وعده الذي أطلقه بانتخابات وهو أن نجعل أمريكا أولا ترامب رجع شرط المنطقة شرط العالم ممكن إيران تنفذ سياسته بتفجير المنطقة بصواريخ أنا أظن جازما أنه راح يخضع إيران مثل ما سوى بكوريا الشمالية اللي طبعا تطق إيران 10-0 تتوقع يضربون الناقلات؟ الإيرانيين يدركون أنهم قاعدين على برميل من البارود ممكن لأمريكا تشعلها بعي لحظة أي هجوم على قوة أمريكية وقوة مضبطة؟ انتحار يعني إيران بعد 14-14 لن تنفذ تحديداته وستتوقع مع ترامب النظام الإيراني أمام أحد خيارين فقط إما أن يسقط يستمر بعنادة ويسقط أو أن يوقع صاغرا مع ترامب رغم أنفع أعزائي المشاهدين وصال أن هذا برنامج وجه لوجه دعو الله أن يحفظ الكويت الكويت أولا ولا يصلح الحال ترجمة نانسي قنقر